هل يستدل على بركة أرض مصر بالآية الكريمة فهي أرض فرعون وهي أرض مصر ولكن البركة فيها بركة دنيوية وبركة أخروية كما لا يخفى البركة الدنيوية كسرة الزروية والثمار كما قال تعالى في شأن المسجد الأقصى الذي باركنا حول بركة دنيوية وأخروية باركنا حول ثمار وزروع وقبل ذلك كسرة الأنبياء هناك والله تعالى أعلى وأهلا وإن كانت سمة أقوال في الأرض المبارك فيها أنها الشام ولا يمنع أن تكون هذه بركة فيها في موطن ذكرت بأنها بركة فيها في موطن وبركة في الأخرى في موطن آخر